اشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اشاد بالمكاسب العديدة التي حققتها بطولة سموه الدولية الثالثة لجمال الخيل العربية التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من استبلات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بالمستويات المتميزة التي شهدتها البطولة واثبتت ان مملكة البحرين قادرة على احتضان الفعاليات الكبرى في رياضات جمال الخيل العربية اسدل الستار رسميا على فعاليات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية بمشاركة وسعة من استبلات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وبنجاح باهر أضاف الحوافز لمواصلة الجهود من أجل تنظيم بطولات مختلفة لجمال الخيل العربية في الفترة المقبلة اسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أعرب عن بالغ سعادته بالمستويات المتميزة التي شهدتها البطولة وأشاد سموه بالمشاركة الواسعة من الاستبلات التي أظهرت قدرات عالية من التميز وأن أسموه كافة الاستبلات الفائزة بالمراكز الأولى رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سهمت بشكل كبير في نجاح البطولة حيث تم تقديم كامل الدعم للاستبلات والملاك والمشاركين وتمت استضافتهم بطريقة مثالية في البطولة الدولية الثالثة وكتبت مملكة البحرين نجاحا جديدا في خطة نجاحاتها باستضافة متميزة للبطولة التي عرضت رونق جمال الخيل العربية الأصيلة وهي تأكيد واضح على أن مملكة البحرين تحرص على تخليد هذا الإرث الذي نتبعه من الأجداد لعكس صورة المشرقة لحضارة مملكة البحرين في رياضة جمال الخيل العربية والتي اقترن اسمها بالتراث البحريني منذ القدم حيث تعتبر هذه البطولة إحدى المحطات المهمة التي تحافظ على التراث البحريني وتعرف الأجال المتعاقبة بهوية وتاريخ الخيل في المملكة الغالية